السلام عليكم لما اكون عايز اعمل حاجة حلوة ببيضة واحدة بس وفي عشر دقيق بتكون دي النتيجة في الخلاط بحط كوباية من الزيت وعليها كوباية من الحليب وكمان عليهم كوباية من السكر بضيف عليهم تلات تربع كوباية من الكاكاو غير المحلة الغامئ وبزود عليهم رشا كده من الملح باخد بقى كل المكونات دي وبخلطهم مع بعض كويس في الخلاط لو ما حطيتوش بقى اللايك وصلتوا لحد هنا انزلوا حطوا اللايك بزرعة علشان دعمكم بجد بيفرق اهم حاجة بقى ان احنا نخلط المكونات دي مع بعضها كويس جدا لحد ما نحصل على قوام تقيل جدا وده قوام السوس اللي احنا محتاجينه للوصفة بتاعتنا النهاردة هنشيل بقى كده كوباية على جنب من الخليط اللي احنا حضرناه هنستخدم كوباية موحدة لقياس كل المأدير اللي انا هقول عليها في الفيديو بقى الخليط بقى هنحط عليه ايه؟ وهو في الخلاط كده هنضيف عليه بيضة وهنضيف كمان عليه معلقة من الخل طبعا هنستخدم بيضة كبيرة هنخلط بقى كده المكونات في الخلاط هنحضر بولة وهنحط فيها المكونات الجفة كوباية من الدقيق وهننخله كويس جدا والخطوة دي لازم ان احنا ننخل الدقيق هنضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج بودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا وكمان معلقة كبيرة مليانة بشكل هرمي من النشا النشا مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة خلطنا كده كل المكونات مع بعضها كويس جدا بعد ما نخلناها هنضيف عليها بقى الخليط اللي احنا حضرناه في الخلاط هنقلب كده في اتجاه واحد وببطء مش هنقلب بسرعة بالشكل ده كده علشان ما نخرجش الهواء اللي عملناه في الوصفة بتاعتنا وده القوام المزبوط اللي احنا محتاجينه الصانية بقى تكون مدهونة زيت مقاس صانية 24 تقدروا تستخدمه مقاس صانية 26 لكن الارتفاع هيكون اقل بكتير المقاس ده حلو جدا وكمان تقدروا تستخدمه صانية مقاس 20 لو حابين ارتفاع الكيك بتاعكو يكون عالي شوية هنوزع بقى كده الخليط اللي احنا حضرناه كويس جدا في الصانية وحنبتدي كده ان احنا هنخرج كل فقاعات الهواء الكبيرة اللي موجودة في الخليط بتاعنا هنخبط بقى كده الصانية خبطتين وعلى طول هندخلها على فرن سابق التسخين درجة حررته 180 رفق اوسط والنار من تحت بس هندخلها لمدة الدقي من 35 ل40 دقيقة واول ما الكيك يخلص في الفرن هنخرجه على طول ونسيبه يبرد لمدة ساعتين وبعد ساعتين حضرت بولة كبيرة وحطت فيها كباية من الكريم شانتي الخام غير المحلة ضفت عليه معلقتين كبار من السكر البودر وكمان ضفت عليه كباية وربع من المية الساعة المتالجة تقدروا تستخدموا حليب سائع متالج مفيش مشكلة خالص هندرب بقى كده الكريم شانتي كويس جدا لحد ما القوام يتقل بعد بقى ما القوام تقل كده هنضيف عليه نصف كباية من الصوص اللي احنا كنا مجهزينه في اول الفيديو وهندربهم كده مع بعض كويس جدا بالمضرب وكده نكون حضرنا ألز وأسهل وأطعم كريمة شوكولاتة ممكن تستخدموها للجتوهات والحلويات عموما هنا بقى الكيك بتاعنا بعد ما برد لمدة ساعتين بصوا بقى الكيك قد ايه هش وخفيف قوي وطاري جدا مش محتاج ان احنا نسقي حليب لكن لو انتوا حابين تسقوا نصف كباية من الحليب مفيش مشكلة خالص بس هو طاري وهش جدا هناخد بقى كده الكيك بتاعنا وهنقلبه كده على الناحية التانية وهنبتدي نفرد عليه طبقة الكريمة بالشكل ده كده عشاء الشوكولاتة ينزلوا يثبتوا حضورهم في التعليقات بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بقى بنفرد الكريمة على الكيك بالشكل ده كده هنحطها في التلاجة لمدة ساعة كاملة وبعدين هنكمل بقى الكيك بتاعنا نص كباية الصوص اللي كانت متبقية معانا حطيت عليها كده معلقتين من الحليب وبتديت ان انا انزلها كده على طبقة الكريمة بالشكل ده كده ووزعتها كويس جدا وبعدين رشيت عليهم كده رشة من الشوكولاتة الفرماسيل طبعا دي رشة اختيارية وتقدروا كمان تضيفوا شوكولات شيبس مفيش مشكلة خالص وكده نكون حضرنا جاتو الخلاط افضل واطعم من الجاتو الجاهز بكتير اطعي بقى الجاتو بتاعك بالمقسات او بالحجم اللي يعجبك وقدميها بقى بردة بالصحة والهنة كنت معاكم مروة سامي اشوفكم في وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة